المثال الأول في كتابه الدرة المختصة لأمثلة محاسن دين الإسلام حيث تكلم رحمه الله عن ركن الإيمان وأثر على النفوس وكيف أن النفس البشرية تتغير فبدل أن تكون شحيحة تكون كريمة وبدل أن تكون ضيقة الأفق تكون بعيدة الأفق وبدل أن تنازع الناس في أمور دنياهم تتطلع إلى أمر الآخرة بحيث تكون المقاصد أخروية وفي هذا اليوم بإذن الله جل وعلا سأذكر عدداً من الأمثلة التي مثل بها المؤلف رحمه الله تعالى لمحاسن الصلاة ومن ذلك ما ذكره في المثال الثاني حيث ذكر أن من أنواع محاسن الإسلام تلك الشرائع التي هي الأركان الخمسة لدين الإسلام حيث بني دين الإسلام عليها والناظر في هذه الأركان يجد أنها كلها مصلحة وأنها تحقق خيري الدنيا والآخرة وأنه ليس فيها ضيق ولا حرج بل هي مما يستطيعه الناس ومما يعود عليهم بالخير والنفع ولذا قال تعالى عند ذكر الطهارة التي هي شرط من شروط الصلاة ما جعل عليكم في الدين من حرج ولما ذكر رب العزة والجلال أمر الصدقات بيّن أنها تعود بالخير على الناس كما في قوله تعالى ويربي الصدقات وهكذا فيما يتعلق بأمر الحج حيث كان مصلحة كما قال تعالى ليشهدوا منافع لهم وقيده بكونه في استطاعة العبد بحيث لا يجب الحج إلا على المستطيع فأركان هذا الدين أولها ما يتعلق بالإقرار بالشهادتين شهادة التوحيد لا إله إلا الله وذلك أن العبد متى كانت عباداته لله وحده حينئذ سلم من التشتت ومن مراقبة من هو ضعيف عاجز إلى أن يكون مستشعرا لمراقبة رب العزة والجلال وإذا كان الإنسان يخضع لله وحده ويذل له سبحانه فحينئذ لن يخضع خضوع عبادة لأحد من المخلوقات وهكذا فيما يتعلق بشهادة الرسالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يعني أن اتباع الشرائع إنما يكون على وفق ما جاء به هذا النبي الكريم ومن ثم لا يتسلط أحد على أحد في إرزامه بشعار دينية لم تأتي في الكتاب ولا في السنة وكذلك يكون هذا من أسباب اتحاد الشريعة وعدم اختلافها ويكون ذلك من أسباب رد ما قد يكون في بعض النفوس من مجارات الأهواء والرغبات في تقرير أنواع من الأعمال وجعلها عبادات يتقرب بها لله سبحانه وتعالى وبذلك تحفظ الشريعة ويؤمن فيها من التبديل والتغيير وهكذا أيضا تكون مناطا للتحكيم بين المتنازعين والمختلفين بحيث تكون على طريقة واحدة ترفع ما قد يكون بين الناس من النزاع والاختلاف ولذا قال الله جل وعلا فإن تنازعت في شيء فرده إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالصلاة حيث تشتمل على عدد من المعاني التي تكون ظاهرة في هذه العبادة سواء فيما يتعلق بجعل الناس يجتمعون ويتآلفون بأداء الصلوات جماعة في المساجد أو بكونهم يتوجهون إلى قبلة واحدة أو بكونهم يلفظون أذكارا واحدة أو بكونهم يؤدون الصلاة في وقت واحد ومن ثم يكون هذا من أسباب اجتماعهم وتآلفهم زيادة على ما في الصلاة من إخلاص العبادة لله جل وعلا بحيث يكون مراد الإنسان أن يحصل على أجل الآخرة ويكون مراد الإنسان أن يرضي رب العزة والجلال ومن ثم يتعود على إحياء هذه المعاني في نفسه ثم هذه الصلاة سلة بين العبد وربه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في صلاة فإنه يناجي ربه فهذه الصلاة تفتح الباب بين العبد وبين ربه وخالقه وإلهه سبحانه وتعالى ومن ثم كانت الصلاة محلا لأثناء على الله جل وعلا وذكره بما يتصف به من صفات الكمال والأسماء الحسنى والاعتراف لله جل وعلا بالفضل كما أن في الصلاة عرضا لحوائج العبد على ربه سبحانه وتعالى كما جاء في الأحاديث أن الصلاة موطن لإجابة الدعوات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء وكذلك هذه الصلاة تشتمل على خضوع العبد لربه سبحانه وتعالى والتزامه بشعائر هذه الصلاة فهو يكبر ويركع ويسجد لله جل وعلا وهو في صلاته قد ركز نظره على موطن سجوده خضوعا لرب العزة والجلالة ثم كان لهذه الصلاة من الأثر الحميد في إصلاح النفوس بحيث تستشعر مراقبة الله جل وعلا ويكون من شانها أن تراعي التوقيتات التي جاءت في هذه الصلاة ومن ثم يكون ذلك من أسباب استغلال الإنسان لوقته ولذا قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وقد جاء الأمر بالصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات وقد جاء في معاني الصلاة أن هذه الصلاة تجمع المؤمنين في بيوت الله كما قال تعالى في بيوتنا ذينا الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإيقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار كما أن هذه الصلاة لها أثرها في صلاح النفوس بحيث تجعل الإنسان يستعد لآخرته فيجتنب كثيرا من غوائل النفوس وما قد يكون فيها من معاني تنافي الأخلاق الفاضلة وتنافي ما جاءت به الشريعة من حسن التصرف في المعاملات وكذلك هذه الصلاة لها أثرها في إصلاح أحوال العبد بحيث يستشعر العبد مراقبة الله جل وعلا له والطلاع على أحواله كما أن هذه الصلاة تجرع مخافة الله جل وعلا في قلب العبد ورجاء أهله سبحانه وتعالى كما أن هذه الصلاة لها أثرها في جعل الناس يبتعدون عن الأخلاق السيئة والأفعال الممقوتة والأخلاق الرذيلة ولذا قال تعالى أتل ما أحيي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ومن هنا كان كلما أتقن العبد صلاته وكملها كان لها أثرها الحميد في إصلاح نفسه ومن أعظم ما تشتمل عليه الصلاة كون العبد يذكر الله جل وعلا فإن هذه الصلاة مما تجعل العبد يذكر ربه سبحانه وتعالى ولذا قال جل وعلا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى وفوائد الصلاة وأثرها في أصلاح أحوال العباد كثيرة متعددة وهكذا من الأمور ومن العبادات التي هي من أركان هذا الدين أداء الزكاة بحيث يتقرب الإنسان لله جل وعلا بأداء جزء من ماله يكون سببا من أسباب صلاح أحوال المجتمع فكان فيها من المعاني إصلاح نفوس الناس بحيث تعتاد النفس على صفات الكرم والسخاء ونحو ذلك من المعاني العظيمة وهكذا هذه الزكاة تعود الإنسان على حسن الظن بالله جل وعلا وربط القلب بالله ثقة به سبحانه وتعالى فإن العبد عندما يعتمد على الله جل وعلا يكون هذا من أسباب صلاح أحواله واستقامة أموره فمن اعتمد على الله فإن الله جل وعلا سيتكفل بشأنه كما قال جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء كدرا وقد وعد الله جل وعلا المنفقين بالأجر العظيم كما في قوله سبحانه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وهكذا الزكاة مظهر من مظاهر شكر الله جل وعلا على نعمه التي أنعم بها على العبد فإنما أتان الله من الخيرات كثير متعدد وما ننفقه في الزكاة ونحوها فإنما هو جزء يسير من ما آتاه الله للعبد ولذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون ومن ثم كانت الزكاة مما يذكر العبد بيوم الآخرة وهكذا من الأمور المترتبة على الزكاة تربية النفوس على الإحسان إلى الخلق ومن ثم من كان من أهل الإحسان أحسن الله جل وعلا له كما في قوله تعالى وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان وكما في قوله للذين أحسنوا الحسن وزيادة وهكذا الزكاة مظهر من مظاهر التكافل الاجتماعي حيث يكفل الناس بعضهم بعضهم الآخر وبالتالي يكون هذا من أسباب زوال الفقر أو نقصان درجته عن العباد ومن أسباب كفاية الناس ما يتعلق بحوائجهم وكم للزكاة من أثر حميد في حفظ أمن الأمة بحيث أن أولئك الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم يكتفون بما يدفع لهم من زكاة عن أن يعتدوا على أموال الآخرين وأن يتسلطوا عليها أو أن يسرقوا أموال غيرهم ومن ثم كان للزكاة أثرها الحميد في حفظ أمن الأمة وهكذا في الزكاة معنى الترابط بحيث يترابط أفراد المجتمع بعضهم مع بعضهم فهذا الغني تجده يبحث عن الفقير ليساعده في أموره من زكاته وهذا من هو محتاج يحرص على الترابط مع أصحاب المال من أجل أن يكون بينهم من معاني التعاون ما يكفي الجميع حوائجهم وكذلك في الزكاة سداد للمصالح العامة التي تحتاج إليها الأمة فإن الله جل وعلا قد جعل للزكاة مصارف محدودة كما في قوله سبحانه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم وفي تسمية كل صنف من هؤلاء الأصناف من مصارف الزكاة من المعاني العظيمة ما يشهد لحسن هذا الدين وما اجتمل عليه من صلاح أحوال العباد وهكذا كان للزكاة أثرها في دفع الاضطرار عن أولئك المضطرين المدقعين الذين لا يتمكنون من دفع الضرر عن أنفسهم وهذه المعاني هي معاني وفوائد وحكم ومصالح تظهر من تطبيق هذه الأركان من أركان دين الإسلام وإن كان المرى قد لا يقصدها ابتداء وإنما يكون قصده على جهة الابتداء أن يرضي الله جل وعلا فتحصل هذه المعاني على جهة التبع وهكذا في عبادة الصوم التي فيها من المعاني النفسية والصحية والاجتماعية الشيء الكثير فالصوم له أثر في تصحيح الأبدان وسلامتها من الأمراض وابتعاد ما قد يكون فيها من أنواع الدغل ثم في هذه الصلاة معاني نفسية عظيمة فهي تمرن الإنسان على ترك محبوبه وهواه ورغباته في تناول أنواع الأطعمة وفي ترك ما يتعلق بشهوة الإنسان مع زوجه وفي هذه العبادة عبادة الصوم تعويد النفوس على الصبر وحبسها عما ترغب فيه وهكذا في عبادة الصوم تعويد للنفوس على استشعار مراقبة الله جل وعلا فإن العبد إنما يترك ما يؤثر على صومه رغبة فيما عند الله جل وعلا مع أنه كان بإمكانه أن يتناول المفطرات عند غيبة الناس وعدم حضورهم إلا أنه ترك ذلك يريد إرضاء رب العزة والجلال فكان في الصوم من معاني تقديم محبة الله ما يجعل العبد يصلح أحواله وأخلاقه لأنه يريد بذلك أن يرضي رب العزة والجلال وفي الحج من المعاني العظيمة التي تكون سببا لإصلاح النفوس وسببا لإصلاح المجتمعات وسببا لإصلاح أحوال الناس البدنية والنفسية والاقتصادية والسياسية الشيء الكثير ففي الحج نجد أن الناس يبذلون من أموالهم لأداء هذه الشعيرة العظيمة وبالتالي تتعود نفوسهم على البذل والسخاء وهكذا في الحج من معاني تحمل المشاقة فإن النفوس عند ذهابها للحج يريد لها من المتاعب والمشاق الشيء الكثير وبالتالي تتمرن النفوس على تحمل المشاقة وهكذا في الحج معنى عظيم من جهة تعويض الإنسان على ترتيب أموره وترتيب أحواله فإن الإنسان عندما يكون قائما بتنظيم هذه الأوقات في سفره وفي ذهابه وفي تنقله وفي وقت رميه ووقت طوافه إلى غير ذلك من المعاني التي يحصل بملازمتها الحرص على استغلال الأوقات وأداء الأعمال في أوقاتها وهكذا في الحج من تعويض النفوس على ما يتعلق بترتيب الأحوال في الأسفار بحيث يكون عند الإنسان قدرة على التنظيم والترتيب وقدرة على تحمل ما قد يرد على الإنسان في أسفاره من الطوارئ التي تطرأ له وفي الحج أيضا من تنوع العبوديات ما قد يكون له الأثر الحميد في إصلاح أحوال الناس وهكذا في الحج من ذبح الهدي والأضاح ما يكون سببا من أسباب توفر اللحوم التي يحتاج الناس لتناولها لتغذية أبدانهم وبالتالي يكون هذا من أسباب استمرار الإنسان على تفقد أحوال الآخرين والقيام بأداء ما ينفعهم وفي الحج من المعاني أن يستحضر الإنسان الأنبياء والصالحين الذين وصلوا إلى هذه المواطن وقاموا بعبودية الله جل وعلا فيها وهكذا من المعاني في الحج أن يحصل التعارف بين المسلمين في مشارك الأرض ومغاربها يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وهكذا في أداء هذا النسك من جمع الكلمة واجتماع الناس ما يسر به أهل الإيمان فنشاهدهم في موقف واحد وفي موطن واحد يتقربون لله جل وعلا وبالتالي في ذلك من تعويد النفوس على التعاون على المصالح وأدائها الشيء الكثير فالمقصود أن عبادة الحج فيها من المنافع والمصالح الشيء العظيم الكثير الذي لا يحصل في غيره فالحج موطن من مواطن إجابة الدعوات والحج موطن من مواطن مغفرة الذنوب والزلات وفي الحج موطن من مواطن التوبة والتقرب لله جل وعلا وفيها من معاني التعاون على ما يحقق المصلحة ويدرأ السوء والشر الشيء الكثير ولذا قد كان لموسم الحج من أثر قد كان لموسم الحج أثر كبير في وجود مبادئ وانطلاق دعوات كان لها الأثر الحميد في تصحيح أحوال الناس أيضا من الأمثلة التي تدل على حسن هذه الشريعة وما جاءت به من الخير للناس ما دعت إليه من الاجتماع وجعل الناس على كلمة سواء فيما يتعلق بأمورهم فإن الإنسان متى استشعر أن الله جل وعلا يأمره بأن يجتمع مع الناس كان هذا من أسباب صلاح أحوال المجتمعات ومن هنا أكدت الشريعة تأكيدا دائما على أهمية الاجتماع وسعت إلى جعل الناس يتآلفون فمرة أمرت ببر الوالدين من أجل هذا المعنى ومرة أمرت بصلة الأرحام والإحسان إليهم لتحقيق هذا المعنى وهكذا أمرت باحترام الحقوق وأصحابها فأمرت بإحسان التعامل مع الجار وأمرت بالصدق في التعامل وأمرت بحسن الأخلاق مع الآخرين مما يترتب عليه أن يتآلف الناس وبالتالي يجتمعون وكذلك أكدت الشريعة على التحذير من التفرق والاختلاف وإزالة ما قد يكون في النفوس ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى إثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه وانظر كيف راعت الشريعة مسألة مراعاة مسألة النفسيات وما قد يؤثر عليها ولذا نهى عن أن يتناجى إثنان دون الثالث وعلى لذلك بكونه يحزنه وقد قال الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون إلى أن قال سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الآية وهكذا ما ذكره الله جل وعلا في سورة الأنعام من قوله جل وعلا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون ومن المعاني في هذا الباب أن الشريعة قد أمرت المؤمنين بأن يتقربوا إليه سبحانه وتعالى بمعرفة نعمة الله عليهم بهذه الشريعة المباركة كما قال تعالى واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون ولا شك أن في الاجتماع والتآلف من المعاني العظيمة والفوائد الجليلة الشيء الكثير الذي لا يمكن حصره ومن الأمثلة التي جاءت بها الشريعة ما أمر الله جل وعلا به من الرحمة بحيث يرحم الناس بعضهم الآخر ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الراحمون يرحمهم الرحمن الراحمون يرحمهم الراحمون وهكذا جاءت الشريعة بالأمر بالإحسان للآخرين وترتيب الأجور العظيمة على ذلك قال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا وقال جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيظكم لعلكم تذكرون وقال جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ومما جاءت به الشريعة في هذا الباب أنسعت إلى جعل الناس يحسن بعضهم إلى بعض بأداء ما قد يكون مثمرا وعائدا بالنفع للآخرين ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام وأطعموا الطعام تدخلوا جنة ربكم بسلامة ومما جاءت به الشريعة في هذا الباب أنسعت لدفع الظلم وإبعاده عن الناس ولذا حكم الله جل وعلا بخذلان الظالمين كما في قوله سبحانه وتعالى فما للظالمين من نصير ونحو ذلك من النصوص وهكذا أيضا نهت الشريعة عن البغي وتجاوز الإنسان في حقه ونهت عن التفاخر والتكاثر ونهت عن التكبر على الآخرين يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قالوا يا رسول الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنة ونعله حسنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس ومن هنا جاءت الشريعة بالنهي عن التعامل السيء الذي يكون مع الآخرين فإن التعامل السيء يتنافى مع ما جاءت به الشريعة من الرحمة ومن الإحسان إلى الآخرين ولا شك أن في الإحسان والرحمة مع الآخرين من الأثر الجميل في تليين قلوبهم كما قال الأول فطالما استعبد الإنسان إحسانه أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه ومن هنا قال جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غريض القلب ينفض من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ولذلك كان لهذه المعاني من التأثير العظيم في قلوب الناس بحيث يقلب الأعداء لأن يكونوا أصدقاء وانظر لقصة ذلكم الرجل الذي قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد مفاصلته ومضادته فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ووجده يعطي الآخرين فعاد إلى قومه وأمرهم أن يسلموا وقال بأني قد أتيتكم من رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر فتغير حاله بسبب ما رأاه من إحسان النبي صلى الله عليه وسلم وأنظر لموقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أولئك الذين سعوا لمقاتلة في وقائع كثيرة وكان من شأنه أن يعفو وأن يتجاوز عما قد يكون لديهم وأما المثال الخامس من الأمثلة التي تدل على محاسن هذه الشريعة فما جاءت به الشريعة من الحكمة فما قال جل وعلا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا والمراد بالحكمة وضع الأمور فيما يتناسب معها بحيث تكون تصرفات الإنسان لائقة ومناسبة مع الجو الذي وقعت فيه هذه التصرفات وهكذا جاءت الشريعة بموافقة الفطرة فما فطر الناس عليه من توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة والتسليم له سبحانه وتعالى كل هذه معاني مما جاءت بها الشريعة وبالتالي كانت هذه الشريعة المبارثة موافقة للفطرة كما قال رب العزة والجلال في كتابه العزيز فأقم وجهك للدين القيم قال في الآية الأخرى فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ومما جاءت به هذه الشريعة أنها جاءت بتوجيهات تستحسنها العقول ولا تعارضها متى كانت تلك العقول سليمة خالية من الشوائب ومن هنا جاءت الشريعة بتحريك هذه العقول في مواطن كثيرة كما في قوله أفلا تعقلون لو كانوا يعقلون رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم تعقلون ونحو ذلك من النصوص وهكذا مما جاءت به الشريعة أن جاءت بالصلاح والإصلاح والنهي عن الفساد والإفساد كما قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وكما ذكر الله جل وعلا من شأن المنافقين أنهم يسعون في الفساد والإفساد لا في إصلاح أحوال الناس ولذا قال الله جل وعلا في ذكر بعض أصناف المنافقين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصرحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وهكذا مما جاءت به الشريعة الصدق في الأخبار ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديث وهكذا جاءت الشريعة بالعدل أو جاءت بالأوامر العادلة التي لا ظلم فيها كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وهكذا مما جاء في هذه الشريعة أنه لا تشتيد فيها وإنما هي متوافقة مع قدرات الناس كما في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وكما في قوله جل وعلا فتقوا الله ما استطعتم ونحو ذلك من النصوص وليس في هذه الشريعة أمر يتنافى مع العقول بحيث تدل العقول على بطلانه لكن قد يأتي في أحكام الشريعة ما قد تعجز العقول عن إدراكه وإدراك حكمته وبالتالي نقول العيب ليس في الأمر الشرعي وإنما في تلك العقول التي لم تستطع تمييز ذلك الفعل وما يترتب عليه من الأحكام والآثار الجميلة ولذا كان كل مستقرئ لأحكام هذه الشريعة يجد أنها محققة لمصالح العباد وسبب من أسباب وصولهم إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة وشواهد هذا في الأحكام الشرعية كثيرة متعددة وهكذا من ما يبرز محاسن الشريعة ويظهرها ما جاءت به الشريعة من الأمر بالجهاد والترغيب فيه فإن الجهاد سواء كان قوليا أو كان عمليا من أعظم ما يحفظ الله به هذا الدين ويقيه مكائد أعدائه وبالتالي على الإنسان أن يستشعر عبودية الجهاد عبودية الجهاد قد شرعها الله جل وعلا لدفع عدوان الظالمين الذين يريدون إلغاء هذا الدين أو يريدون ظلم أتباعه أو يضيقون على من يتمسك بتعاليم هذا الدين ويقومون بعدم تمكينهم من أداء عبودية الله جل وعلا مما جاء في شرع الله وفي كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذه العبادة لم تشرع من أجل الطمع في أموال الآخرين ولا جشع ولا انتقام وإنما المراد بذلك فتح الباب لصلاح أحوال العباد بتمكينهم من فهم هذا الدين وإدراك مقاصده ومراميه وبالتالي يكون هذا الباب من أبواب الخير من أسباب سلاح أحوال الناس والناظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد هذا جلياً واضحاً فإنه عاب على أسامة لما قيل له بأن أسامة قتل رجلاً بعد أن قال لا إله إلا الله فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أسامة بأن هذا الرجل كان حريصاً على إقاع الأذى بي وأنه لما رأى أني قد تمكنت منه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله فأنكر عليه إنكاراً شديداً حتى أنه رضي الله عنه قال تمنيت أنني لم أكن أسلمت إلا في ذلك اليوم وانظر إلى تلك الحوادث الكثيرة التي عفى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن أولئك الذين أرادوا به السوء والشر وأضرب لك مثالاً فيما يتعلق بمحاولات الاغتيال التي تعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نعلم جميعاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الهجرة قد تواعد المشركون وتآمروا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى وَيَذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ يعني يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فاتفقت كلمة أهل مكة على جمع مئة شاب كل واحد بسلاحه يأتون فيشتركون في قتل النبي صلى الله عليه وسلم فيضيع دمه في القبائل فكان ذلك من أسباب إن جاء الله جل وعلا لنبيه الكريم حيث خرج من عندهم ولم يستشعروا بخروجه وأنقذه الله جل وعلا من ذلك ومع ذلك لما تمكن منهم عفى عنهم وتجاوز كما وقع ذلك في يوم فتح مكة وهكذا في قصة أخرى وردت على النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الأعراب المشركين حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من غزوة قبل نجد فدخل في واد كثير الشجر والعضاء فاستضل كل واحد منهم تحت شجرة وعلق النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه على تلك الشجرة فجاء رجل أعرابي فأخذ سلاح النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف على رأسه فقال يا محمد من يمنعك مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله فشام السيف يعني أنه سقط من يده فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له من يمنعك مني فقال الرجل كن خيرا آخذ في وقائع كثيرة وحوادث متعددة وقعت في زمني النبي صلى الله عليه وسلم وانظر إلى قصة ثمامة بن أساء رضي الله عنه فإنه قد قتل عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان يريد أن يذهب إلى مكة من أجل أداء العمرة على ما كانوا يفعلونه في الجاهلية قبل الإسلام فبينما هو في الطريق تمكنت إحدى السرايا التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم من الإمساك به وأتوا به للنبي صلى الله عليه وسلم فأمر بتقييده في المسجد ليشاهد اجتماع الناس وتآلفهم وأداهم للصلاة ويستمع للآيات القرآنية التي تتلى فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ثمامة ما تظنني فاعل بك فقال أخ كريم وابن أخ كريم أو قال له إن قتلتني قتلت ذا دم وإن تعف تعف عن شاكر وإن أردت المال فسل تعطى فكانه أشار إلى أنه قد قتل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فلو قتلتني بما قتلته من أصحابك لكان هذا أمرا مقبولا فمر به النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أيام يحدث منه ما حدث في المرة الأولى فلما جاء اليوم الثالث أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم فكان هذا من أسباب اغتساله ثم دخوله في دين الإسلام وهكذا في وقاع المنافقين في قصص متعددة حيث كاد النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله مرارا ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عنهم ويتجاوز عما يكونوا منهم وفي قصة بني النظير حينما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم من أجل أن يستعينهم على دفع دية الرجلين الذين قتلوا على وفق ما كان من المصالحة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم فقال قائل منهم هذا محمد قد جاء إليكم وقد جلس تحت الجدار فلن تجدوا فرصة أحسن من هذا فمروا أحدكم فليلقي على رأسه شيئا يريح العبادة منه فصعد أحدهم إلى جدار ذلك الحصن وأخذ معه رحا فأراد أن يلقيها على النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه الوحي وأخبره بما عزم عليه هؤلاء إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وذهب إلى المدينة وأخبر أصحابه بما كان وذهبوا ليطوقوا بني النظير مما ذكره الله جل وعلا في أوائل سورة الحشر وفيها معاني عظيمة ينبغي بالإنسان أن يتفكر فيها وأن يتأملها فالمقصود أن مشروعية هذه العبادة عبادة الجهاد من أجل دفع الظلم وإبعاد الحواجز التي تحجز الناس عن الدخول في دين الله جل وعلا ومن هنا فقد جاءت الشريعة بالقيام بالحقوق ومما جاءت به الشريعة ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يكون له أثره والجميل في حفظ شرائع وشعائر الدين وعدم الإخلال بها وفي استمرار الخير والطاعة في الأمة إن اجتماع الكلمة على طاعة الله جل وعلا والسعي في استجلاب مرضاته هو شأن أهل الإيمان فهذه نماذج من الأمثلة التي ذكرها المؤلف فيما يتعلق بمحاسن دين الإسلام بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وعلمكم وعرفكم بشعائر دينه ومحاسن تعاليمه كما أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا فهما لكتابه وعملا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ترجمة نانسي قنقر